ومحمد شحرور حاله كحال علي منصور كيالي يفسر القرآن لا على أصول أهل السنة فيخرج بهذه الأباطيل وقرأ عبر التاريخ الإسلامي ستجد الكثيرين على هذا المنهج كل من خالف أصول أهل السنة في النظر في فهم النص وفي الإجتهاد يخرج بمثل هذه الأباطيل محمد شحرور له منشورات معروفة عندما قال عن الخمر فجتنبوه لما قال تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأوانصاب والأزلام رجس فجتنبوه قال هذا ليس فيه دلالة على تحريم الخمر طب نفس هذه الآية من رجع إلى التفاسير عندما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر هل لو محمد شحرور رجع إلى التفاسير سيصل إلى هذه الأباطيل والضلالات ترجمة نانسي قنقر